موسيقى 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 السلام عليكم اليوم احنا هدروا على الشطرة الاخيرة المتابقة من طريق السيار شرق ارب المتوجد في وداية الطرف ومؤخرا بعد الاجتماع انتعى وزير الاول مع الوزراء المعنيين بالمشروع تقرر تكملت حوالي اربعين كيلو متر في ولاية الطرف بقى عملية لفيناليزاسيا مبارك اخر الرتوشات باكتمال الطريق وهنا نشوف اه احنا يقول باللي لازم الوزير يقول باللي لازم المشروع اه اقبل نهاية السنة 2021 نعم لكن اه يعني اه شيء غير مفهوم يعني المشروع هذا تأخر لسببين السبب الاول هو مشكلة السلامة بين جزائر والسلطات المشروع استخدم الماترو دو 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 دراج معالمات دو لوفر هما شركة اليابانية اللي كانت تشتغل في المشروع والتي تأخرت كثير هذيك الشركة اليابانية كان عندها مشاكل من ناحية التقنية وكذلك من ناحية المستحقات فاذن بعد ما العقد هذا كفسيخة بين الطرفين أخذت الدولة المشروع على عاتقها ثم زادت على الجند عام لعامين ثم أعطيت الشركة الصينية لكن المشروع ما زال باطئ يعني متأخر شوية لأنه تأخر منذ نهاية طريق السيار يعني راح في خمسة وست سنوات يعني شيء غير مقبول والسبب الثاني اللي كان مطروح هو كان فيها بوليمي كان فيها جدال حول مرور طريق السيار في الحاضرة الوطنية طبيعية نتع القالة وكانت فيها مدوة جزر بين أطراف بتاع حماية الطبيعة ووزارة وبعد أختيار يعني في اختيار ما مر يعني بسبب لأن ما مر لأن الممر كان يمر ببعض البحيرات يعني منطقة البحيرات نتع نتاع المحمية نتاع القالة فإذن لهذه الأسباب المشروع هذا تعطل وثاليك يعني كاين سبب ثالث وهو أن يعني المشروع هذا جاي في الجزء الآخر يعني في منطقة غير لا تعرف ضغط مروري كبير كما في المنطقة قسنطينا عن نابا إذن هذا هو المشكل وإحنا نتمنى نتمنى إن شاء الله المشروع هذا ينتهي ونزيد نروح نشوف على خارطة جوجل نزيد نضرب طلاف من فضاء ونشوف حقيقة أين وصل المشروع هذا ونكلاقا ثم في الفيديو الثاني والسلام عليكم